وخلال الاجتماع الإسبوعي عرضت وزارة الصحة تقريرا حول آخر مستجدات الموقف الوبائي محليا وعالميا حيث تمت الإشارة إلى نقص معدلات أعداد مرض اشتباه كورونا بنسبة 41% وتطرق الاجتماع كذلك إلى الموقف الحالي لتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا وتمت الإشارة إلى توفير نحو 143 مليون جرع من اللقاحات المتنوعة وتم استهلاك حوالي 72 مليون جرعة حتى الآن ساهمت في تحصين نحو 50% من الفئات المستهدفة مع تقديم نحو مليون ومائة ألف جرعة تنشيطية للفئات ذات الأولوية لتلقي الجرعة الثالثة كما استعرض مجلس الوزراء إجراءات لطرح الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية المتقدمين للحجز بمشروع سكن مصر بمدينة بدر ووافق المجلس على إجراءات وخطوات تخصيص تلك الوحدات كما وافق المجلس على عدد من التيسيرات الخاصة بالسداد فيما يتعلق بالوحدات السكنية التي تم توفيرها بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة ترجمة نانسي قنقر